السلام عليكم اللي بنات كديري اللي بس عليكم زيانين تمنى ان شاء الله تشوفوا هاد الفيديو انتموا في احسن الاحوال توحتكم بزاف بزاف وستسمحوا لي على الغبرة اختكم ضربها البردع ايانا الله يشافينها كاملين فاليوم بغيت نشارككم هاد البريوش رائع جدا البنات اللي بغت تصاوبه القوتيك يجي في فن مقادير بسيطة جدا وكيجي هائل ما تشبعوش منه بحتى عليه باتيسري فالي كنت مهتمة بالفيديو فتابعيني حتى الاخير ونتمنى لك فرجة ممتعة ودائما كرحب اخواتي الجديدة نقول لكم مرحبا بكم في العائلة دينا وبسم الله على بركة الله فبالنتسبا هنا عادي نعطيكم المقادر وطريقة التحضير في مرة واحدة اه هنا اياخذت واحد الايناء اللي غادي تخدمو فيه برت فيه كأس كبير ديال الحليب نفس الكأس اللي بنات اللي غادي تستعملوه غادي تعبرو به قائل مكونات يعني كأس واحد الكأس ديال الحليب ولا ديال العاصر الكأس الكبير انا عندي هنا كأس حليب دافي مايو عادي الميتين وخمسين ميليليتر زيت عليه نصف كأس من السكر مايو عادي الميت جرام نصف كأس سكر قلنا كأس حليب بنفس الكأس عبرنا نصف كأس سكر وزيت عليهم واحد المعلقة كبيرة ديال الخاميرة الفورية غادي نخليهم نغطيهم واحد خمسة دقايق قاعد غادي نضاف عليهم مكونات الاخرى فهنا ايام بعد خمسة دقايق هالبنات ازد عليهم نصف كأس تعزيت بنفس الكأس نصف كأس تعزيت كذلك غادي نضاف أحبة واحدة ديال البيض يعني ما قادر بسيطة لي عندكم داك الشي في الدار وتلفل لكم في القوتة وش غادي توجدون وضوج دولي هالبريوج وغادي شكركم عليه العائلة سوف يزيت عليهم ساشين داع الفانيليا وزيت عليهم القشرة ديال الحامضة يلا كانت متوفرة كتعطي واحدة نسمة زوينة ولا القشرة ديال المرتقال تهي تعطي نسمة زوينة ما عندكمش معليش كتافيو بالفانيليا فاخديت واحد اللوحة خشبية ولا اي حاجة تخلطو بها خلطهم مزيان مزيان هاد المكونات تكي يتخلطنا ذاك البيض مع كل شي من بعد غادي نضيفو الدقيق بنفس الكاس اللي عبرنا كل شي غادي نعبرو ثلاثة ديال الكيسان ديال الدقيق ثلاثة ديال كيسان الدقيق زيت عليهم واحد رشة ديال الملحة خفيفة وزيت عليهم صاشي ديال خميرة ديال الحلوات من ياقره ودائما كيما أقول الفانصحكم الدقيق ديالكم يكون مغرب للبنات ضروري اا صافي كنضيفو الدقيق قونا ثلاثة ديال كيسان وكتخلطوه بالملعقة لا تحتاجوا تشوف العجينة بيديكم لا تحتاجوا تدلكوها لا تحتاجوا والو تديروا ثلاثة ديال الكيسان ديال الفارينة و تزيدوا عليها قنا خمارة و تنتفى ديال الملح و تخلطوا كما راه واضح لكم في الفيديو تقدروا تشوفوا بلديك الفارينة ياني ما مقدرش كاتبان والخالط جانس لكم مزيان ما مقدرش ندلكوها بحيث يشوفوا معي كجي خفيفة كجي جارية العجينة وهذا هو القوام اللي خصها تكون فيه صافي غادي نزل هاد الزوائد و غادي نغطيها بواحد بلاستيك غيدائي ولا باش ما و غادي نخليها تخمر و اليوم من البرد انا وشاك ندير كنشعل الفران كي يسخن مزيان و كم تفعليه و كم ندخل هاد الاناء باش كتخمر لضغية غادي نخليها تخمر و نرجع معاكم بعد اما خمرتها لبنات كيمارة واضح و ضعف الحجم ديالها تركي غادي نخويها في الاناء اللي غادي نطيبوها فيه ديروها في اي صانيه صانيه عادي انتع الكيكا اللي كتطيبو فيها انا غادي نضيرها تغير في الطاجين ديال المسمين و درت لها ورق الزوائد و اللي تدهنو صانيه ديالكم القطر ديالها هيكون ما بين 26 28 سنتيم صافي كتشدو هاد الخليط او هاد البريوش ديالكم و كتنزلوه في هادك الصانيه اما تكون مدهونة اما تفرشو الها ورق الزوائد و من بعد غادي نسرحها و معا هي كتلسق فاشنو كتديرو كتفزقو يديكم شوية بالماء و كتقرصوها كتشفزقو يديكم شوية بالماء و كتسرحوها كتسرحوها على الحجم الصينيه بها الطريقه اللي راه واضح لكم في الفيديو صافي من اللي سرحتها غادي نولي نخمرها المرة التانية بنفس الطريقه الفران ديالي راه سخونه مضفي و ندخلها ضغرية كنت اخد لكم في الساعة 5 مصدقاء يقراها واجده نخليها تخمر من اللي تخمر بهادي شكلها دارها خمرت تضاعف الحجم ديالها هادي ندخلها الفرن ساخن على درجة حرارة قليلة و نخليها تقطم على خطرها و تحمرها مع الجوانب و نحمروا لها الوجه ديالها و نخرجوها صافي البنات كما رشتو تحمرت يعني مذهنتها موالو كما تدهنوها شم الفوق كتحمر بوحدها و كتجيه شيشة خفيفة كما شتمين كنت تلمسها خفيفة بزاف هادي نحيدها من هاد الصينية نخليها غي شوية تبرد شحال ما خلته هالبنات تبردت شحال ما من تقطعوها ما تكسر الكمش فنخليتها غي شوية عدافية صافي و غادي ناخد سكين و غادي نقطحها بهاد الشكل هادا الى نصفين نقطعوها بهاد طريقة هاد الشكل تكنو بانها قاع مقطعها حتى في الواسط نبريوش ساهل للبنات و كيجي زويون سوف يكي نحيدو هادا كالنصف الفقالي نحيدوه على جانب بهاد طريقة هادي غايب اللي تعليكم هاد الشكل هادا نحيدوه على جانب و غادي نحيدوه على جانب نحطها في الطابق اللي تقدموها فيه نحط هذه الجزء السفلي الثابق اللي ضيجة تقدموة فيها البريوش هادا هنا تعمروه باش ما بغيتو الوصفة الأصلية تحت البريوش أولا سميتو بريوش لامونة و الاوصفة الاصلية ديالو كي تعمر بلا كريم باتيسياري يعني الكريمات الحلواني منسبة لكريم باتيسياري شكتت معاكم بطريقة كيفاش نصاوبها في الدار لما شافتش الفيديو هذي نحط لها في صندق الوصف بغيتي ما كانش عندك الوقت بغتي تاخذي ديك الجاهيزة هكا التباع كتكون بودرة انتي كتخلطيها مع الحليب والسكر وكتكون واجدة ما عندكم ش كريم باتيسيار تقدروا تعمروها بشوكولا تعددهن تدهنوها بشوكولا تعددهن ولا مورابا اللي بغيتو فانا هنا يدرت من الجواني بكمشتو درت لك كريم باتيسيار في واحد الابوش ودرت بها وريضات في الجواني بالحقاش هذي يجيوا باينين على مرة والداخل غي عمرت هكا عشوائي داخل في الواسط غدي ندهنه كامل غدي نسرحو في الواسط يعني ما غاش نديرها وريضات بغيت ندريها كاملة وريضات ندريها انا في الوسط غير دهنته ورشيت شوية تعلوز هكا مهرمش ولا كاو كاو اللي بغيتي اللي عندك انا رشيت شوية تعلوز اللي مهرمش كي باشتو معايا في الواسط وغادي نشد هذيك الطبقة اللي حيتها الفقانية وغادي نردها من الفوق نضغطي من الفوق بهاد الشكل هادا نحطها غير شوية بشوية شتو معايا انا شكا نقول لكم درت لها وريضات هكا من الجوانب بحيت كي يجيوا باينين بهاد الشكل ودركي بالنتبال بنات التزيين من الفوق كي يبقى اختياري فانا هنا يا دهنت لها مربا نتعلم مش مش تقدروا تديرو مربا ولا تدهنوها بالعسل ولا الناباج اللي عندكم الناباج وهو كي يعطي واحد اللي معزوينة وغادي نرشها بشوية تعلوز هكا مهرمش من الفوق هكا كي يعطينا احتادي كل قرمشة ميكن ناكلوك اللقمشي حاجة كخوكو هكا مقرمشة تقدروا تديرو بلاست هلوز ايفيلي تقدروا ترشو غي شوية تعجوز الهند يعني ولا فول السوداني غي اللي كان عندكم ماشي مشكل صافي هادي نديرو واحد الرشاة خفيفة انتع سكر غلاسي من الفوق هكا غي واحد الرشاة خفيفة هاد الشكل هادا وهاد هو البريوش دينا جاهز كي يجي زوين بزفها البنات يعني كي يجي خفيف بريوش ما كي يجيش معجن ولا شي حاجة كي يجي خفيفة في الماكلة ديالو وبديك الكريمة وبديك كي يجي من السم كي يجي هائل متأكدة متأكدة عائلتك غادي يعجبهم وحتا وليداتكم غادي يعجبهم تديروه للضياف هكا في القوتي ولا غي انتو ما في العائلة مع كاس قهوة ولا كاساتايا سلام فانتمنى يعجبكم وكي ماشتو مكونات اقتصادية ماشي شي حاجة اللي كتيرة انتو معايا كيفاش كي يجي كي يجي زويون ودابا غادي نقطع لكم منه واحد المرسوبة تشوفوا كيفاش كي يجي من الداخل كي يجي خفيف بزاف نقطع واحد القطعة منه واكيد البنات البريوش خليوا حتى يبرد عد عمروه بلا كريم ماشي هو سخون اذا قطعتوه هو سخون غادي يلقيت فرتتلكم خليواه يبرد مليح ومبعد عد عمروه بالكريم باتي سير اللي تكون حتى هي بردة باش هاكا اللي درتوا الكريم باتي سير على البريوش سخون غادي يدوب لكم ما تبقاش محافظة على الشكل جيالها صافي كي ماشتوها واقفاش كي يجي مهوي من الداخل كي يجي خفيف بزاف فانتمنى تعجبكم هاد الوصفة انتع اليوم حبيباتي وإلى عجبتكم برتجوها باش يكون شوية ديال التفاعل وتشجعوني تعطوني شوية طلعوني شوية المورال باش نقدمكم مزيد من الوصفات ان شاء الله كذلك ما تبخلوش عليها كيما احنا ما نبخلوش عليكم هاد الوصفات البسيطة ما تبخلوش عليها بلايكاتكم وتعليقاتكم وكلامكم الطيب ودعوا معي بالشفاء والله الاختكم والله الوقف تغيب السيف نغيب عليكم بزاف بزاف فانتمنى تكونوا بخير وعلى خير والله شافي جميع المسلمين خليتكم على خير ونتلقاوا في الفيديو القادم ان شاء الله مع شوية صفاء الى اللقاء